بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الحاديه الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث في موضوع أشراط الساعة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن واحدة من أهمها ألا وهي نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتواتر النقل عنه بذلك وأجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا واعتبروه مما يجب اعتقاده والإيمان به قال السفاريني رحمه الله ونزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم حنيفا مسلما إلى أن قال وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية الحديث وفي مسلم عنه والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي انتهى كلام السفاريني رحمه الله قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعيسى حي في السماء لم يمت بعد وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك وقال أيضا عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويقتل الدجال ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فهذا دليل على أنه لم يعنى بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصية لعيسى وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه فقوله هاهنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات فقوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك أي قابض روحك وبدنك يقال توفيت الحساب واستوفيته ولفظ التوفي لا يقتضي توفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وكقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقال القاضي عياض نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن شريعته مؤبلة إلى يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا يشرع وينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بصحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقصطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس انتهى أقول وفي عصرنا هذا ينكر بعض الكتاب الجهال نزول عيسى عليه السلام اعتمادا على عقولهم وأفكارهم ويطعنون في الأحاديث الصحيحة أو يؤولونها بتأويلات باطلة والواجب على المسلم التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه واعتقاده لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله رسوله عليه قال العلامة السفارين يرحمه الله ويكون عيسى عليه السلام مقررا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول هذه الأمة كما مر ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل قال وزعم بعض العلماء أن بنزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يرفع التكليف وهذا مردود للأخبار الواردة أنه يكون مقررا للأحكام أحكام هذه الشريعة ومجددا لها إذ هي آخر الشرائع ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والدنيا لا تبقى بلا تكليف فإنا بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض الله الله ذكره القرطبي في تذكيرته قال وأما مدته ووفاته فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وابن عساكر أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة وعند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود وابن جرير وابن حبان عنه أنه يمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث معكم في موضوع آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين